أقدم قوات النظام السوري والمسلحون المعارضون مزيدا من التعزيزات إلى مدينة حلب تمهيدا على ما يبدو لمعركة طويلة الأمد بحسب مصدر أمني في دمشق أوضح أن الطرفين المتقاتلين يقومان بحشد التعزيزات لهذه المعركة الحاسمة التي قد تستمر أسابيع عدة في هذا الوقت نفذ المسلحون المعارضون هجمات على مواقع أمنية وإدارية في المدينة وتمكنوا من السيطرة على اثنين منها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما يحاصر الجيش النظامي الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون من دون الاستعجال في شن هجوم لاسترجاعها ويقوم بقصفها مستخدم المرواحيات والرشاشات وقضائف المدفعية وأوضح المرصد السوري أن المسلحين المعارضين يستقدمون تعزيزات من تركيا إلى حلب وذكر المرصد أن مسلحين معارضين شنوا أيضا هجوما بقضائف الاربيجي على مقر المحكمة العسكرية في المدينة واشتبكوا مع الجيش النظامي قرب مقر الاستخبارات الجوية وشهد حي باب النيرب اشتباكات بين مسلحين من المعارضة وآخرين من آل بري الموالين للنظام كما تدور اشتباكات في أطراف حي صلاح الدين المعقل الرئيس للمعارضة حيث تضاربت الأنباء عن سيطرة الجيش النظامي على جزء منه حاول على ثلاثة أيام هذا النظام استعادة حي صلاح الدين ولكنه بقى بالفشل وتكبد خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد والدبابات لدينا أسلحة متوسطة نستطيع بالنسبة للحوامات مقاومة الحوامات والدبابات نستطيع مقاومة هذه الدبابات أكيد ما عنا أهداف لا أشهر عنا أهداف لأيام إن شاء الله لأيام نعم أيام إن شاء الله بتحرر حلب إن شاء الله من هذا النظام المجرم في المقلب الآخر ذكرت تلفزيون الرسمي السوري أن القوات المختصة تمكنت من تطهير عدد من الأحياء في مدينة حمص كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وأنزلت بها خسارة فادحة في العدة والعتاد وكشفت تلفزيون أن قوات الأمن استطاعت في عملية خاصة إلقاء القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية المطلوبة من جهة أخرى أعلن في القاهرة عن ولادة ائتلاف جديد للمعارضة السورية يحمل اسم مجلس الأمناء الثوري السوري وقرقام في أولى خطواته بتكليف المعارض هيثم المالح تأليف حكومة سورية انتقالية في الخارج